السلام عليكم كيف حالكم يا رابع شو اخباركم يا سبيل نحن نتحدث عن صفحة 64 رح نتحدث في هذا الفيديو عن أقسام الكلام نركز شوي في أقسام الكلام الموجود عندنا في الفيديو I lived in the library خلينا نبلش بالعلوان اللي هو I lived in the library نطلع القلم نختار لون مثلا لون أزرخ حتى يكون واضح Yes I lived in the library يعني هنا يا رابع هي Bruno صح Bruno lived اللي هي طبعا هنا اشياء فعل ماضي صح فعل ماضي إذن هنا I lived فعل ماضي عشتوا إذن هنا verb in حرف جر preposition وذا article و library اللي هي معناها مكتبة وهي ايش ناون يا رابع نقرأ البكتر وان عشان احنا نعرف ايش نستخرج يعني راح نستخرج الأشياء اللي احنا بتهمنا يعني مفيدة لإلنا اللي احنا بنعرفها it has been raining all day it's pouring being inside I can't wait till summer gets here إذن it هنا انا اول اش بيها it اللي هي pronoun صح؟ pronoun اوكي عنا كمان it's pouring being inside I كمان I can't wait till summer gets here كمان I know what you mean طبعا هون ايش ايه ايه كمان Bruno do you remember last summer جون طبعا جون كمان هون اسم ناون طبعا هذا سؤال question I should do last summer was awesome I lived in the library and the museum خلينا ننتبه على اللي موجود عندي هون last summer was awesome I pronoun lived نفس الاشي lived the verb in preposition the article library noun and اخذناها يا رابع اخذناها انه هي conjunction اذا تربط صح add conjunction وذا article وميوزيوم اللي هي عبارة عن noun ننتقل للصورة اللي بعدها بكترتوه my summer was great too I played volleyball and peace ball with my friends my summer طبعا هون الماي اللي هي عبارة عن ايش هي بس سوبرنا بس احنا ما يعني ما بنركز عليها كثير اوكي summer was great great رائع عظيم اذا great هون شو منعتبرها adjective اذن هونه great adjective i played i بارضو بروناون played لعبة لعبتو اللي هي فيرب ماضي فيع الماضي اللي هي عبارة عنه وآد اللي هي كونجنكشن اوكي باسبول with my friend اللي هي أصلا بريبوزيشن بريبوزيشن حرف جر I didn't know you played baseball I prefer soccer myself ننتقل الى الصورة اللي بعدها picture 3 How about you Helen? What did you do last summer? إذن هنا اليو pronoun ودو اللي هي عبارة عن البر I visited my grandma My grandma has a beautiful garden إذن أنا زرت إيش جدتي وجدتي لديها إيش حديقة جميلة I visited pronoun visited verb my grand ما اللي هي ناو جدة noun اسم طبعاً ننتقل عن كلمة أ beautiful أ اللي هي article صح؟ أخذناها article و beautiful اللي هي عبارة عن adjective Okay Okay Garden حديقة هي ناو اسم صح؟ beautiful adjective و garden ننتقل الى الصورة الأخيرة last picture I watched a car race it was unbelievable how fast those cars were driving I think I'm going to be a race car driver when I grow up إذن هون I watched watched verb to بس إحنا رح ناخذ قاعدة verb to يا رابع أصلاً إحنا رح ناخذ القاعدة فهونا watched verb a article car noun Okay it was it pronoun Okay we're driving drive ما أخذه من فعل drive إلا هي verb I think I'm going to be a race car driver when I grow up بنركز إحنا على الكلمات متراً to حرف جر بس لما نحكي يا رابع I am going to I am going to going to بتذكرنا بأي زمن ذكرنا زمن simple future المستقبل البسيط اللي فيه going to اللي فيه تخطيط سوف أكون سائق إيش ريارة سباق عندما when I grow up أبكر أكبر أوكي يعطيكم العافية رابع للاستخراج يعطيكم اللفة عافية موسيقى